اهلا بكم من جديد شهدت العاصمة السودانية الخرطومة اليوم تظاهرات تحت شعار مليونية الحادي والعشرين من فبراير وتجهت التظاهرات نحو القصر الجمهوري منطلقة من عدة أحياء للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضا للاتفاق الإطاري يأتي ذلك وسط أزمة سياسية يشهدها السودان وتضاربا في تصريحات رئيس مجلس سياد عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حمدتي بشأن الاتفاق الإطاري وإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وللحديث حول تطورات الشن السودانية انضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطومة سيد عروى الصادق القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أحييك كما أحيي ضيفي أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطومة سيد عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان أهلا بك سيد عادل وأبدأ معك سيد عادل بما أنكم اليوم كانت لكم لقاءات أو الأمس مع الحزب الشعي وعلى ما يبدو أنكم مصرون على المضي في طريقكم برفض الاتفاق الإطاري والنزول للشارع لإسقاط ما تسمونه الانقلاب ومحاسبة قتلة المتظاهرين لعلى البعض يرى في هذا الموقف أنه ليس عمليا بمعنى أنكم لم تستطيعوا ولم تستطيعوا من خلال التظاهرات في الشارع أن تغيروا النظام وبالتالي كان الأولى كما يرى البعض أن تنضموا للاتفاق الإطاري لمحاولة تنفيذ وتحقيق هذه الأهداف من خلال العملية السياسية ما رأيكم مرحبا بكم أستاذ أحمد ومتابعي الجزيرة وبضيفك الكريم وتحية لشعبنا شهداء وجرحاه وزويهم المظاهرات اليوم فيها تأكيد على تصميم القوة الحية في المجتمع السوداني على مغاومة الانقلاب وعلى محاولات شرعنته وتمسكها رغم الإفراط غير المسبوق في القمع والتنكيل بسلميته في إشارة واضحة أن القوة الحية في المجتمع السوداني متمسكة بمغاومة الانقلاب ووصول إسقاطه عبر إرادتها الشعبية وليست مكترسة للجهود الإقليمية والدولية التي تسعى إلى شرعنة الانقلاب والعمل من خلال عدة مؤسسات لما يسمى بالاتفاق الإطاري عدم التوصل قوى الاتفاق الإطاري حتى الآن رغم تضارب مواعيد بدأت من 19 ديسمبر كإعلان نهايي له ثم قبل نهاية العام 2020 بتشكيل الحكومة وبعد ذلك قبل نهاية يناير الآن آخر تصريحات صدرت قبل رمضان هذا يؤكد أن ما يجري الإعداد له باسم الاتفاق الإطاري معزول عن إرادة الشعب السوداني ولا يعبر عن تطلعاته وفي نفس الوقت يعبر عن نظرة تفسيطية لعمق الأزمة التي عمقها إنقلاب 25 أكتوبر من خلال التضارب المواعيد فيما يتعلق بالتوصل لحلوة تشكيل حكومة طبعا جزء من استمرار المغاومة الشعبية والتي ستتصعد أكثر حسب جهود نبزيلة وآخرين في مارس وفي أبريل بذكرى انتفاضة مارس وآبريل هو تأكيد على أننا ماضين قدما بالحل اللي يعبر عن إرادة شعبنا وبالحل المتكافئ مع طبيعة الأزمة وتركيبة إنقلاب 25 أكتوبر التي حسب قبرة شعبنا لا يمكن تجاوزها وحلها بالتصالح مع الإنقلاب أزغط الشعب السوداني إنقلاب 17 نوفمبر كما أزغط إنقلاب 25 مايو كما أزغط إنقلاب 89 إنقلاب الذي غادوا البشير ومضت سنوات وعلى هذا الأساس كون الإنقلاب لم يسقط حتى الآن كما جاء في طي السؤال هذا لا يعني أنه لا يسقط سوف يسقط وسوف يسقط بإرادة شعبنا لأنه لا يعبر عن إرادة شعبنا ويعمق ساعة إثر ساعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد سيد عروة الصادق لعل الكلام حزب البعث والسيد عادل خلف الله أن يعيدنا إلى مربع الصفر ومربع أن كل هذه الإجراءات التي تقومون بها من خلال الاتفاق الإطاري هي شرعانة للانقلاب وهي عودة لمربع أيضا الشراكة مع المؤسسة العسكرية ولا تحقق أهداف الثورة السودانية ما ربكم على هذا الكلام؟ أولا حياك الله أخي أحمد وحيا الحاضرين من المشاهدين والمشاهدات وحيا المحضرين من طواقمكم والتعازي موصولة عبر شاشتكم إلى المحتضرين تحت الأنقاض من ضحايا الزلزال كما أحيي شهداءنا الأبرار ومصابين الذين إلى الآن يفقؤون العين تلو العين أخي أحمد أنا لا أريد أن أدخل في سجال مع سيد عادل وهو يعلم ويعرف علم اليقين أننا لن نساوم على دماء ضحايانا ولن نشرع الإنقلاب ونحن أول من صلية جلودنا وأجسامنا بصياط الإنقلاب في 25 أكتوبر الإخوة الرفاق في حزب البعث ومعهم رفاق آخرون في أحزاب أخرى اختاروا الوصول إلى روما بطرائقهم ونحن اخترنا طريقنا الطريقة التي اخترناه في بداية خطه أن يصار إليه بثلاثة طرق الطريقة الأولى الضغط الجماهيري ونحن الآن بالأمس كنا في ولايات طرفية نهر النيل والنيل الأبيض وغدا في ولاية سنار نعبئ لضغط شعبي وجماهيري لإكمال هذا الاتفاق المسار الثاني مسار الضغط الدولي وهو يعلم وكانوا مشاركين ضمن اجتماعات حتى اجتماع موليفي حزب البعث عبر ممثليه العملية السياسية هي الطريقة الثالث وهو ما أوصلنا إلى هذا الاتفاق الإطاري اتفاق إطاري معلوم ملامح ومعلوم نصوص وصيغة في حضور ممثلي حزب البعث أن يقال أننا نريد أن نشرع إلى الانقلاب هذا حرام أو افتئات لا يمكن أن يصدقه العاقل لأن السيد عادل يعلم يقينا أن القوى التي كانت تشاطره الألم والدم والدموع لا يمكن أن تبع دماء الشهداء بأثمان بخصة وزهيدة كذلك يقال أننا نريد أن نسعى للشراكة مع العسكر من نصوص هذا الاتفاق الإطاري لا يوجد نص واحد يؤسس لهذه الشراكة بل نتحدث بوضوح عن إبعاد مدنية كاملة سلطة وحكومة ومؤسسات بالإضافة لإبعاد المؤسس الجنرالات من العملية السياسية بهذا الوضوح ونحو هذه الخطوات وبدعم محلي وإقليمي ودولي نريد أن نسير إلى هذا الدرب إذا قدر الله ووصلت ثماره في مقتبل مارس أو منتصف مارس هذا إلى حكومة مدنية لن تبطش الحكومة المدنية بل ستحمي المواكب التي ستهاجمها إذا كان من الرفاق في حزب البحث أو الرفاق في الحزب الشعي أو رجال المقاومة التي وقفت ضد الاتفاق الإطاري لن نكون كمثل النظام الدكتاتوري أو سلطة الإنقلاب ليفهم هذا نريد أن نسلم الشعب سلطته المدنية كاملة حينها نحن إذا قيل أننا اشتركنا في أي جرم نحاسب وتحاسبنا السلطة المدنية ولن تكون المنازعة بيننا وبينهم نسأل الرفاق في حزب البحث إذا قدر لكم وقدرنا جميعا أن نغلق البلاد بعصيان ونغلقها باعتصامات وإضرابات وأرادت السلطة أن تتفاوض هل سنتفاوض معها للاستلام والتسلم أم لا هذا الذي يحدث الآن يحدث بصيغة قبل أن نستخدم الأدراس الورانية ما نسميه الأدراس الورانية هو العصيان المدني وهو من الوسائل المجربة في السودان ووضح الفكرة وأنت ذكرت في البداية أن في النهاية كل الطرق تؤدي إلى روما إذا كان هذا صحيح سواء النزول للشارع أو حتى الاتفاق الإطاري لكن ما وضع روما هذا هو السؤال وكيف ستستقبلكم سيد عدل خلف الله يسمح لي في هناك مثل مصري دعني أطرحه عليك وليس بالتأكيد من باب وليس من التقليل من موقفكم المثل يقول يعني كمن يقف على السلم للفؤسم هو واللي تحتشفون بمعنى أن موقفكم وموقف الحزب الشيوعي هو موقف لا يؤدي إلى شيء هو موقف رفض للرفض يعني أكثر من عام وثلاثة أشهر تنزلون إلى الشارع وكل يوم يزداد من في السلطة سواء على مستوى البران ومستوى حميتي لم تستطيعوا أن تزحزحوا فجاء الاتفاق الإطاري وعلى ما يبدو أن الاتفاق الإطاري يعني بشكل أو بآخر أحدث هزة ارتدادية بتعبير الزلازل اليوم في السلطة وهو ما رأيناه فيه الخلاف في وجهة النظر بين البران وحميتي إذن يبدو أن الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح وأن حتى هناك مقاومة من قبل من في السلطة لهذا الاتفاق الإطاري ألا يؤكد كل هذا أنه يجب دعم هذا الاتفاق أو يجب الصبر عليه بشكل أو بآخر أم لا؟ أولا المواغف السياسية لا تبنى بالرغبات وبإثارة العواطف نحن نحتكم لتجربة شعبنا النضالية والتي واحدة من خلاصات الجوهرية أكررها مجددا بأن الشعب السوداني هو عبغر الانتفاضة الشعبية وهو مجدد الانتفاضة وظلت هي سلاحه الوحيد المضاء لإسقاط الإنقلابات والحدث لما يتقرر في حي الزمان لا يتجاوز الستة عقود ثلاثة مرات فهو يؤكد أنه ليس بالصدفة كما أنه ليس بالطاري حتى نبحث إلى بديل له وبالمغابل تجربة عبود وتجربة انقلاب مايو وتجربة الإنغاز كلاها أكدت بأن كل التقديرات السياسية غض النظر عن دواعيها وقواها التي وصلت إلى رؤية إمكانية إصلاح النظام الدكتاتوري من الداخل أو تغويضه من الداخل هي بقت بالفشل وأبرز ذلك هي كانت مصالحة 77 التي كانت بدفع إغليمي ودولي مع نظام مايو وشاركت فيها الغوى الرئيسية في البلاد ومع ذلك شعبنا لم يساير قواه الرئيسية وإنما عزلت هذه القوى مع مايو وصغطت مايو بانتفاضة مارس أبريل وغني عن القول ولكسب الوقت عدد الاتفاقيات السنائية وغير السنائية التي عقدت بشكل مباشر أو بيهود إغليمية ودولية مع نظام الإنغاز كل ذلك لم يفضي إلى إصغاط الإنغاز من الداخل ولا إحداث تحول ديمقراطي فهذه تجربة شعبنا ما يجري الآن هو استنساخ لتجارب أكدت أنها لا تقدم بديل ديمقراطي وإنها هي حل زائف وإن الشعب السوداني لا يستكين لها الغضايا التي تغالب إنه ما يجري سينهي الانغلاب العسكري هذه أضحوك الانغلاب ما زال قائم ويستخدم الرصاص حتى لو طلع المتظاهرين وأتأسف للمقاطعة سيد عادل خلف الله دعنا نستشرف المستقبل معك لو بعد شهر كما قال فولكر قبل رمضان ممكن يكون فيه حكومة وتسلم للسلطة وجاءت حكومة مدنية وذهب عادل عسكر إلى ثقناتهم ماذا أنتم فاعلون يعني بمعنى هتكونوا في الشارع أيضا ضد هذه الحكومة ولا هتقوموا بدعم هذه الحكومة المدنية التي استلمت السلطة للقيام بمهامها ماذا ستفعلون أستاذ أحمد واحد من مستهدفات ما يسمى بالحل الإطاري هو إرجاع شعبنا إلى مرحلة الانتظار والترقف حين أن شعبنا نزل إلى الميادين والشوارع ويبدي كل يوم رغم القمع استعداده للتمسك بأهداف انتفاقه سيد عادل أنا سؤالي واضح لو الحكومة تشكلت تساوله سيد عادل أنا مش أصد أطعك بس سمحني سؤالي واضح لو تشكلت الحكومة والعسكر عادل ثقناتهم أنتوا هتعملوا إيه موقفكم هيكون إيه باختصار لو سمحت هي النتائج لا يمكن أن تأتي من الفرق المقدمات الماسة الآن تؤكد أن الاتفاق الإطاري حصن البرهان ومن معه من انغلابيين من المساءلة أبغى عليهم كجزء رئيسي من الحل بل هناك قوى إغليمية ودولية بما في ذلك عودة المجيء المبعوثين الأخيرين فيها تأكيد على أهمية أن يستمر البرهان لا تنسى أستاذ أحمد أن الحل الإطاري واحدة من مطلوبات الحكومة التي يغال أنها ستقوم مدنية هي التوقيع في واشنطن على اتفاقية تطبيع مع العدو الصهيوني ما علاقة هذا بانتفاضة ديسمبر ما علاقة هذا بمهام حكومة انتقالية لماذا مع الاحترام للبحثة الأممية يحدد رئيسها توقيتات الإعلان عن حل نهايي وتشكيل حكومة هذه مهمة وطنية مفترض أنه من يحدد إعلان الحكومة وتشكيلها وأسس تشكيلها الغوة الوطنية السودانية وهذا لا يعني أننا نرفض أو ندفع بلادنا أن تتواجه مع المجتمع الإغليمي والدولي فولكر لم ينزل من السماء إلى الخرطوم مرة واحدة فولكر موجود من زمان وكنتم تتعاطون معه كنتم ترون أن هذا يعني تدخل إيجابي من قبل المجتمع الدولي فولكر مش جديد ولا البحثة الأممية جديدة على السودان لكن اسمح لي سيد عروة لأن كلام الأستاذ عادل خلف الله بيحمل كثير من كما يرى البعض من المنطق بمعنى هل العسكر هيسلموا السلطة ويمشوا؟ إلا أنتوا أعطتوهم ضمانات بعدم المحاسبة وعدم المسائلة دي حاجة الحاجة الثانية ألا الأستاذ عادل ويريت تقولي دي صحة ولا غلط هل فعلا أنتم مضيين على أنتم تروحوا أمريكا ويعني توقعون على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل بشكل رسمي أم ماذا؟ تفضل أشكرك أخي أحمد مجددا وأحيي الأستاذ عادل الذي كان كثير من الحديث غير الصحيح أنا لا أقول محبة تخرصات ولكن غير صحيح على الإطلاق لم يقدم أي مننا حصانة للعسكر باعتبار أن القضايا التي أجلت من ضمنها مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية المزمع عقده في الأسبوع القادم في كل ولاية السودان هو الذي سيحدد نعم هناك طلب ومطالبات وهم سرا بأن نريد حصانات قيل أن الحصانات ليست بأيدي أي من القوى السياسية ولا يوجد كائم من كان يستطيع تحصين هذه المؤسسات العسكرية أو حتى المتهمين المدنيين في ارتكاب فضائع في السودان الحديث عن مؤتمر العدالة والنصوص واضحة يعني لو أستاذ عادل قرأ للنصوص بلقى عدم الإفلات من العقاب كمبدأ أساسي في ملف في الحديث في الإطار أو الإعلان السياسي لا يوجد إنسان سيفتح الباب لمجرم ربما نكون نحن متهمون نحن اتهمنا كقوة حرية وتغيير بأننا وافقنا على فضع اعتصام القيادة العامة هذا يجب مساعلتنا ولو على أنفسنا لذلك نحن الآن اتجهنا بعد ثلاثة مؤتمرات متجهون نحو مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية الحديث عن توقيع اتفاقية إبراهام في واشنطن قيل والحرية والتغيير وغيرها من القوى السياسية ولنا مواقف سياسية رافض للتطبيع جملة وتفصيلا ولنا موافق قوى سياسية تشترط العلاقة مع إسرائيل وقوى سياسية ليس لها أي مانع بالتطبيع مع إسرائيل هذا تكتل حلف لأجل الوطن ولأجل السودان لذلك قلنا بوضوح ليس من شأن هذه الحكومة ولا من شأن هذه القوى أن توقع نيابة عن أحد الشعب السوداني عبر برلمانو هو الذي يحدد علاقاته الخارجية هذا نص واضح في كل تعاملاتنا وفي كل بياناتنا وفي كل تصريحاتنا جرنا لهذه المعركة سيفرغ العملية السياسية بمحتوى ويدبجها بأباطيل نريد أن ينظروا إلينا بعين الحقيقة كما ننظر لهم لأننا سنصل إلى روما بطرق مختلفة وإلا فتحنا الباب لانقلاب قادم أستاذ أحمد نعم للحديث بقية عروى الصادق القيادي بقوى الحرية وتغيير المجلس المركزي شكرا جزيلا لك كما أشكر السيد عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان شكرا جزيلا كشفت مصادر خاصة قريبة من القصر الرئاسي في الخرطوم أن رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يعتزم حل مجلس السيادة خلال أيام وتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسته على أن يستمر في مهامه السيادية إلى حين التوافق على المستوى السيادي الجديد واختيار رئيس للوزراء وقالت المصادر لموقع الجزيرة نت اليوم الثلاثاء أن البرهان شرع في ترتيبات المرحلة الجديدة بعد التي تعقب مغادرة المكون العسكري السلطة وتسليمها إلى حكومة مدنية تدير البلاد خلال مرحلة انتقالية جديدة تستمر عامين إلى حين إجراء انتخابات عامة في البلاد وللتعليق حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الخرطومة الكاتب الصحفية أشرف عبد العزيز أستاذ أشرف أحييك هذا الخبر والذي اختص به موقع الجزيرة نت من خلال مصادر قريبة من القصر الجمهوري ببساطة شديدة يقول وكأن الفريق البرهاني يريد أن يقلب الطاولة ويذهب لإنشاء ما يعرف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا يأتي في سياق محاولة إبعاد الفريق حمدتي عن منصبه السيادي الحالي هل لديك معلومات بشكل أو بآخر في هذا السياق أستاذ أشرف الصوت لا أسمع الصوت غير واضح نعم أنا كل ما أريد منك وأنت تعلم الخبر الذي قرأناه الآن لو لديك تعليق أو معلومات حوله أسمعها منك تفضل بالتأكيد هو هذا الخبر ونغلته جهة أصلا معلومة عنها صدقيتها فيما يتعلق بالأخبار إن كان صحيحا هناك اعتزام فهو لا يخرج في إطار الصراع بين الجيش وغوات الدعم السريع وظهر هذا الصراع جليا من حيث المواقف السياسية فيما يتعلق لكلهما من حيث الموقف من الاتفاق الإطاري ولعل المخاطبات الأخيرة لغاية الجيش وغاية الدعم السريع كان فيها نوع من التباين واضح حيث يمكن أن يكون هو بمسابة استباق من غبل البرهان في إطار تأطير الجيش والغوات المسلحة في وضع جديد لكن في تقدير أيضا الخطاب الأخير لنايف رئيس الميلي السيادة حمالتي كان أيضا قد قطع الطريق حتى لمثل هذه الخطوة لأن الرجل قال أنه مستعد لأن يكون تحت إمرأة الجيش ولا مانع لديه من دمج القوات هذا الخطاب وإن كان أيضا حتى الآن لم يكشف عنه بشكل كامل وإن اتخذ هذا الغرار أيضا سيكون تحصل حاصل باعتبار أن الغواتين ما زالتان يكاد يكون موازيتان لبعض وبالتالي ليس هناك إشكالا يواجه حمالتي في هذا الجانب فيما يتعلق بأن يكون له منصب باعتبار أنه الرجل الثاني وإنما الخطورة هي تكمن في أن الجيش يريد أن يستفرد بهذا الاتفاق وأن يكون صحي في السطء الأكبر ولكن لن يتحقق أنه ذلك إلا بعد الدمج والدمج هذا لن يتم في سنة ولا في سنتين في تقدير لأن في كل دول العالم الدمج لن يتم بسرعة من الطوة وأن لا أطيل عليك عفوا عفوا سيد أشرف لو اتخذ البرهان هذا القرار وأنشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجعل رئيس الأركان هو نائب له ثم الفريق الكباشي بعد ذلك ما يعني ببساطة شديدة يعني إخراج الفريق حمدتي من المشهد السيادي السياسي إذا صح التعبير ماذا ستكون ردة الفعل من الفريق حمدتي والدعم السريع من المشهد العسكري وليس من المشهد السياسي ربما قد تغير حظوظ المجلس الدعم السريع في التمسير العسكري ولكن في الإطار السياسي الرجل استبغى وفي خطابه الأخير أكد أنه يدعم العملية السياسية وهو بالتالي يريد أن يكسب الزمن فيما يتعلق بهذه المعركة أن يتقدم سياسيا على الجيش وأن يقول أن له شرعية سياسية وهو متقدم على الجيش في الجانب السياسي وأن الجيش هو الذي يتواطأ ويتراجع ويتباطأ في مزالة انفاذ الاتفاق الإطاري وهو ما يرجح كفته الآن من الناحية السياسية إذن هذا الغرار في هذه الحالة لا يخذب الجيش كثيرا بل قد يزيد التعاطف مع حمدتي إذن الأفضل هو أن تكون الأمور تسير بسلاسة ويفقى ما أحدد الاتفاق لأن الاتفاق نفسه هو قال أن الجيش من المفترض أن يدمج فيه الدعم السريع وهذا الدمج لن يتم بين يوم وليلة بالتأكد الأستاذ الشرف عبد العزيز الكاتب الصحفي كنت معي عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم شكرا جزيلا لك مساء مستمرة مشاهدين الكرام بعض الفصل تلتقيكم حياة اليمان والملف التونسي وفيه الغنوشي يمثل أمام قاضي التحقيق ويتهم أسماه الانقلاب باستهداف حركة النهضة وكل القوى الوطنية في تونس ابقوا معنا وجودنا هنا هو ثمر من ثمار الانقلاب الانقلاب الذي ليس وضد النهضة فقط وإنما وضد كل كالات الوسيطة وكل الأحزاب وكل النقابات نحن نناصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة